عندما تبني بيتك وتريد أن يقاوم الزمن والآفات عليك أن تبنيه على أسس متينة وقوية وكذلك المستقبل الأمة أي أمة تريد أن تبني مستقبلها عليها أن تبنيه بقدرات شبابها الذي هو الأساس المتين لكل بناء في كل مستقبل ولكل الأمم يخلق التحول الديمغرافي الذي يمر به الشعب العراقي خلال السنوات العشرين القادمة فضلا عن الزيادة الهائلة في أعداد الشباب فرصا وتحديات لم يسبق لها مثيل في العراق وأكدت خطة التنمية الوطنية للأعوام الماضية على ضرورة الاستثمار بالشباب ويمكن التعبير عنها بميالي تعزيز قدرات الشباب العراقي وتمكينهم لمواجهة التحديات الاجتماعية والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي تهدف الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة الصحة العالمية إلى المساهمة بشكل مباشر في حصول الشباب لكامل حقوقهم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية وإلى مساعدة شركاء الحكومين المعنيين ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات الشباب المحلية للاستجابة الكاملة لأولويات تنمية الشباب نحن هنا في كردستان الحكومة وجهات الرسمية التربوية والاجتماعية تهتم بهذه الشريحة والتي تعتبر العمود الفقري للمجتمع الكردستاني نسبة وتناسبا الشباب في تعريف العام لهم هم الفئة التي تغراوح عمارهم بين السادس عشر إلى الخامسة والثلاثين وفي كردستان صدر قانون صندوق دعم المشاريع الصغيرة للشباب في الإقليم عام 2011 وكان خطوة في الاتجاه الصحيح وجاءت في حيثيات صدر قانون بأنه أي قانون يسعى للنهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للشباب في الإقليم وكذلك تفعيل طاقات الشباب بما يكفل مشاركتهم الفعالة في تنمية الإقليم وكذلك تجيع الشباب على المبادرة بتأسيس المشاريع الصغيرة عن طريق توفير الدعم المالي لهم وأخيرا تأمين فرص عمل أكثر للشباب ولأجل ذلك تشكل مجلس من مختلف الوزارات كي يشرف على صندوق دعم المشاريع الصغيرة للشباب وحدد المجلس شروط العمل على هذا الصندوق بكل التفاصيل والسؤال الآن هو إلى أي مدى ساهم هذا الصندوق في دعم طاقات الشبابية في كردستان لقد استحدث هذا الصندوق للاهتمام بالشباب واستغلال وإدارة طاقاتهم وعانتهم بجدية أكثر للتقليل من وطأة مشاكلهم الاقتصادية ومن جهة أخرى رفع الضغط وتقليل العباء على كاهل خزينة الدولة والعمل على تحويل رغبات أمواهب الشباب نحو الاستفادة من طاقاتهم والتأكيد على تنفيذ المشاريع الاقتصادية الصغيرة وحسب إمكاناتهم المالية وبمعاونة من الصندوق فقد شرع هذا القانون وتعمل حكومة إقليم كردستان مع المنظمات الدولية لتعزيز وضع الشباب وتقديم الخدمات ذات الجودة على جميع المستويات ملائمة ومطورة بشكل جيد تتعلق بشباب ستقرر بحكم مستقبل البلاد وستتمكى من توفير فرص للشباب لتحديد خياراتهم الصحيحة وحمايتهم من الاستغلال والإهمال وتضمن مشاركة في جميع مجالات المجتمع ولغايات التعامل مع بعض من هذه المسائل بشكل أهم اتخاذ موقف قوي في دعم الشباب فإن صندوق الأمم المتحدة للسكان يساعد الحكومة العراقية والكردستانية في تطوير استراتيجية وسياسات للشباب طويلة المدى قائمة على التكامل والشمولية وتعدد القطاعات